اهلا بحضراتكم في هذه التغطية تكثف قوات الاحتلال الاسرائيلي من هجماتها العسكرية على مناطق جبالية والشجعية وبلدة بيت لهيا شمال غزة سواء باستخدام الطيران الحربية او المدفعية الثقيلة التي تستهدف منازل المدنية ما ادى الارتقاء عدد كبير من الشهداء واصابة جرحة في التصعيد العسكري المستمر لجيش الاحتلال وشنت الطيرات الحربية التبع لجيش الاحتلال الاسرائيلي احزمة نارية وعشرات الغارات الجوية التي تستهدف منازل المدنيين في اطار الابادة الجماعية والمجازر المستمرة ضد ابناء الشعب الفلسطيني وذلك في ضل وضع انساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح اكثر من 90% من سكان محافظات غزة الى جنوب القطاع وفي جنوب غزة يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه الجوي والمدفعي على مدينة خان يونس ما ادى الارتقاء خمسة شهداء في قصف المحتل لمدرسة تتبع وكالة الانرواد تضم نزحين في غرب خان يونس ونشر جيش الاحتلال الاسرائيلي عدد من القناصة فوق اسطح بعض المنازل في خان يونس والقط قنابل فسفورية ودخانية على المدينة ويكثف جيش الاحتلال الاسرائيلي من عملياته العسكرية جنوب قطاع غزة وتحديدا في خان يونس ورفح واستهدف الطيران الحربي ومدفعياته بلدات بني سهيلة ومحيط منطقة الكتيبة وايضا محيط شارع خمسة ومنطقة معن شرق خان يونس مع سماع اصوات اشتباكات دارية في تلك المناطق وفي المقابل تواصل الفصائل الفلسطينية في كافة محاور الكتال بغزة خوض معارك واشتباكات بطولية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي في محاور التوغل في قطاع غزة تخللها سماع تفجيرات ناجمة عن تدمير دبابات وقصف اسرائيلي في شرق ثان يونس وفي محاور التوغل الاخرى في غزة وشمالها ايضا اكدت الفصائل الفلسطينية استهداف وتدمير 16 آلية تنوعت بين دبابات ونقلات جند وجرفات اغلبها في خان يونس وقنص خمس جنود اسرائيليين وتم تنفيذ خمس عمليات نوعية ضد تجمعات للاحتلال الاسرائيلي في محاور التوغل بالاسلحة المختلفة واقر جيش الاحتلال الاسرائيلي الصباح الاحد بمقتل ضابط وجند واصابة ضابطين وثلاثة جنود بجروح خطيرة في المعارك الدائرة بشمال قطاع غزة وجنوبيا ايضا اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي ان عدد القتل في صفوف الجيش الاسرائيلي من ضباط وجنود ارتفع الى 453 منذ يوم السابع من اكتوبر الماضي الى 121 منذ بدء العمليات البرية في السابع من اكتوبر الماضي ومن جانبه قال موشي كيبلنسكي قائد لواء جولاني سابقا والنائب السابق لرئيس هيئة اركان جيش الاحتلال ان لواء فقد نحو ربع قواته المقاتلة منذ بدء عملية طفان الاقصى وما تبعها من حرب برية على قطاع غزة واشار القائد الاسرائيلي السابق خلال لقاء مع القناة 12 الاسرائيلية الى ان لواء جولاني وهو احد الوية النخبة في جيش الاحتلال الاسرائيلي تكبد خسائر فادحة في الارواح بمقتل 82 جنديا وضابطا من كتائبه على الاقل فضلا عن عدد كبير من المصابي واجب كيبلنسكي على سؤال بشأن قدرة اللواء على مواصلة القتل لرغم الضربة التي تلقاها قائلا اعتقد ليس فقط الفسائر التي يتكبدها الان ولكن لواء جولاني بدأ الحرب في اليوم الاول مع مقتل 72 جنديا مضيفا للنهود من ضربة كهذه يضاف اليها عشرات المصابين اي ما يشكل نحو ربع القوات المقاتلة في اللواء في يوم واحد بين قتل وجرية من جهته قال قائد الفيلق الشمالي سابقا في جيش الاحتلال الاسرائي نعام تيفون ان القتال صعب جدا وما يجب القيام به الان هو تحديد الاهداف المرجوة وتبع قائلا اريد ان اقول باستقامة بقدر المستطاع اننا استعدنا مختطفين بصفقة هذه هي الطريقة الوحيدة التي استعدنا فيها مختطفين انا لا اقبل ما يقال بان الضغط العسكري وحده هو الذي يقود الى صفقات مستمرين في تغطية اخبارية على مدار الساعة من تلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا لحضراتكم